موسيقى موسيقى اهتمس امرأة المركهن هنا هو مشند إليه لعدم وجود تم تدريل يقيني مفيد اشتراك المبتهم في الواقع هو ساعتك يا فندم يعني الموضوع يعني تبسيط طبعا ما تعلمنا في اضحب وقضاء هو أنه إذا ما كان هناك ثمة اشتراك في الواقع فإنه لا بد أن تكون هناك أدلة يقينية تفيد اشتراك المبتهم في الواقعة المخترفة والمسند إلى ارتكابها فاعل الأصلين في الواقع حتى يعد هذا المبتهم الماثل في موقف الشريك الشريك في الواقع فندم لا بد أن تتوافر أدلة يقينية ولا يمكن فقط أن تعتمد على أقوال شاهد بأنها كالقصد الجنائي وكسبق الإصرار كما تعلمنا من أحكامكم المبتجلة بأنها من النواية التي قد تكون لها أفعال يقينية خارجية تفيد هذا الاشتراك من عدم وإن كانت هذه الأفعال موجودة فإنه هي التي يعول عليها إن أوتي بها في الأوراق أو إن لم يؤتى بها في الأوراق فلا يمكن التعويل على شهادة شاهدية الأم تعدت كفاندم هنا والمجن عليه الأم والمجن عليه هما شاهدي الإثبات في الواقع السيد مجر التحريات وكما تعلمنا أيضا وتعلمنا من أحكام القضاء الجديد أنه في قضايا النفس سواء كانت أجدت إلى الوفاة أو أجدت إلى الإصابة وأحداث عاهة بشتى صورها مثلا فإنه تحريات المباحث فيها تكون إلى درجة من التصديق يصل ليقين المحكمة وإذا ما قرأها الدفاع أيضا يتيقن من سبقها وعلى التحريات المباحث بالنسبة للمتهم الثاني الماسل هذا لأنه لم تتوصل إلى أي دور له في الواقع وأسندت الواقع إلى المتهم الأول ودخل إتصاب 20 من التحقيقات وصفت 29 من المحكم هذا ثابت بدليل كما أورينا وهناك أيضا إحدى الجيران يا فندم نقدم أصل إقرار بالشهادة صادر من إحدى السيدات الجيران الواقعة والتي أفادت فندم كما أفاد مجر التحريات بأنه كان عندهم في المنزل ثم ذهب إلى المشاجرة حينما علم بها للقيام بفض المشاجرة منه التالي الأم يا فندم والابن هو كما تعلمنا وفي جميع الشرائع القانونية والشرائع السماوية قالت لا يؤخذوا بشهادة الخصم والظنيم وزي إحنا أي زي العداوة الفصم لا يمكن أن تعول شهادته على شهادة من يشهد عليه وحدها وبمفردها لأنها فيها علة الخصومة موجودة ورغبة التنكيل به موجودة والأم أقوى في هذا التنكيل بالنسبة لابنها من ابنها لا نضيع حق الأم وابنها في الواقع لأن هناك واقعة سابتة كما هو سابت في الأوراق ولكن الواقع لها مختلفها والإشراك يا فندم له أدلة والأدلة تكون منتفئة إذن ولذلك يا فندم في جزئة أخيرة أساس واح المحكمة لن أطيل هناك مثلا في أحكام النقطة حينما تحدثت للموضوع في مثل هذه القضايا قضايا العاهة قررت بأنه وجود المتهم على أسرح الواقعة وحاملا بالسلاح وقيل عنه بأنه معذدا للمتشاجر الأول الذي أحدث الإصارة فإن ذلك وحده لا يكفي للقول بإسناد التهمة إليه كأنه شريك فيها ولذلك قارت المحكمة في هذه الحالة ببراءة المتهم الشريك من نسبة تهمة العاهة إليه وإن أسننت إليه الاتهام بحيازة السلاح هذا ما تعلمنا فندم فقها وقضاء والمتهم له متزوج وله طفل وطفل صغيرين ولا يوجد دليل في الأوراق يفيد اشتراك وفندم في الواقع فنسأل الهيئة الموقرة براءته من التهمة المسننت إليه بانتفاء المدلدة ونشكد عليكم فندم أشتراك وفندم صحيح شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة